السلام عليكم النهاردة هنتعرف ازاي نعرف الاجهزة المتصلة بحساب الفيسبوك بتاعنا ونقدر نعمل منها تسجيل خروج من كل الاجهزة اللي هي مش بتاعتنا تمام احنا عارفين طبعا ان في معظم الاوات او حسابات الفيسبوك خصوصا مستهدفة بشكل كبير لان يعني نقدر نقول تهكيرها سهل شوية الى حد ما يعني تمام هنعرف النهاردة بقى ازاي ندخل على حساب الفيس الخاص بنا ونعرف الاجهزة ممكن تعرف نوع الجهاز كمان اللي داخل عندك وهكذا كل الحاجات دي ونقدر نخرجه ازاي وبعدين ندور على تأمين الجهاز واحنا في الفيس كده والله ما عرفش من اللي بقت مسنجر الحساب ده جماعة ده للتجربة بس مش بفتحه كتير والله غير اللي ما اجعله حاجة ومع لهوش مسنجر ولا حاجة لو حد بيبقت عليها عندك هنا التلت شورت هنضغط على ايه؟ على التلت شورت من التلت شورت هنا بندغط على الاعدادات والخصوصية بيفتح معانا بعدها الاعدادات يعني لما هي اصلا بتبقى كده تمام اهو بضغط على الاعدادات والخصوصية هنا بتفتح معانا قيمة الاعدادات بضغط على الاعدادات بتفتح معايا القيمة الصغيرة دي تمام بضغط على ايه؟ كلمة السر والامان كلمة السر والامان حتى لو دي ما فتحتش معك هتلاقي تقدر تضغط على الاطلاع على المزيد في مركز الحسابات هيفتح لك نفس الكلام ده اهو اهو تمام هيقول لك هنا كلمة السر والامان تمام اهو كلمة السر والامان ضغطنا عليها بنزل على حاجة اسمها ايه الاماكن التي سجلت الدخول منها اهو تمام وبضغط عليها بلاقي ده جهازي بس عمتا ولكن بيقول لي زائدك 49 اخر ولو فيه اجهزة تانية يعني ده عشان جهاز واحد بس هتلاقي فيه هنا مربع تاني لجهاز كمان نوع تاني تعرف ان فيه جهاز اخر فتح معاك غير ده تمام بضغط انا على الجهاز كده ده جلسات تانية انا مش فاكر اصلا ده منين اصلا يعني الحاجات دي بس ده كلها وانا اه ممكن اكون فتحت ده اه هنا اسكندرية ده ممكن وانا كنت رايح اه بلطيم تمام فهمت ده اه هي اماكن طبعا خطت بلطيم كل الاماكن وانا ماشي تمام المهم ده الجهاز بتاعي اللي يقول لك هذا الجهاز وبقول تسجيلات الدخول على اجهزة اخرى هي جلسات اخرى بالنسبة لنا ولكن هتلاقي برضو هتدخل على نفس الموضوع كده وتنزل تحت هتلاقي كلمة تحديد اجهزة لتسجيل الخروج منها هتضغط عليها تمام وبتضغط هنا وخلاص وتراح دماغك على تحديد الكل تحديد الكل مرة واحدة ومن كده مش هيخرجك من الجهاز اللي انت عليه ما تقلقش تمام يعني ايه ده للاجهزة الاخرى غير الجلسة اللي انت عليها هتضغط على ايه تسجيل الخروج اهو تسجيل الخروج لانت هتمكن من تسجيل تدخول على الدخول على الجهازة المحددة بعد الان هقول له تسجيل الخروج. تمام? اهو. ما يتبقى معي ايه? اهو انا بقول لك عشان كده ما تلاح. يتبقى معي ايه? هذا الجهاز بس. هو ده جهازنا اللي هو اجا اه ايجب. تمام? ده جهاز اهو الان ده لتسجيل الخروج من هذا الجهاز. لا مش هنعمل. مش هنخرج بس لكن هو ده جهازي اللي موجود حاليا. طيب. هو بقول لي هنا لتأمين الحساب. ممكن اضغط على هنا اه لتأمين الحساب ده يدخلنا على مقالة. ازاي اعرف امن حسابي. طيب عشان امن الحساب انا بعمل رجوع. رجوع اهو من هنا. بلاقي فيه حاجة تحتها على طول كده. اسمها ايه? التحقق من الامان. بضغط على التحقق من الامان هنا. بيفتح لي اه الحاجات دي كلها قدامك. بقول لك تشغيل. انت هتعمل متابعة وتكمل الخضوات دي. تشغيل تنبيهات تسجيل الدخول. هتغير كلمة سر جديدة. وتشغيل المصادقة الثنائية. انا بس بنصح بتشغيل ده كله. انا كذا. هتفضل تتابع واحدة بواحدة. هتقدر تأمن الحساب. من حسابك تتابع بس الخطوات. لو حضرتك كان عندك اجهزة تانية في اللحزة دي وخرجتها وجيت تعمل الامان. هيقول لك ايه? هيقول لك ايه? قد لحظنا تسجيل دخول حديث او خروج اه لاجهزة. فمش هنقدر نعمل لك حاجة دلوقتي. ممكن تقول انت الحرامي اصلا وخرجت جهاز تاني يعني اخد بالك. ايه? بعد فترة يعني. فانت بتستنى تلات اربعة ايام كده من سوكاتي وتقوم معاملة. تمام? ده كل الخلاصة. او ده اه موضوع النهاردة اه مش يعني مش طويل يعني. ومش عايز اطول في الفيديو يعني. اه اي سؤال طبعا اه في اي موضوع اه تحت امر الجميع. اخدوا بالكم الفيسبوك زي موانا. لسا لكم فيديو اه في الفيسبوك برضو كنت عايز اشرحه. بس اه مش عايز اطول فيديو ده لانه متصل بحاجة تانية بظهور الصور اله الوحشة او اللي كده او الفيديوهات اللي كده ان شاء الله هيبقى لها فيديو تاني على الفيسبوك. هنعملها برضو فيديو تاني ان شاء الله. اه ونقول لحضراتكم اي سؤال في اي موضوع سب تعليق بسؤالك او ان شاء الله تشرفنا في حلقة البتن مباشر اليومية ليلا. اه اه تحت امر الجميع في امن الله. السلام عليكم ورحمة وتعالى وبركاته.